في صورة الفجر والفجر وليالي عشر نعم وصورة البروج وصورة البروج كمان وصورة البقرة وصورة طب ده نعرف بقى من عند حضرتك ربنا يبارك في عضل فضل الأيام المباركة دي وذكرها في أكتر من موضع وفي أكتر من صورة من صور القرآن الكريم نعم وده معناها يعني فضل كبير نعم طبعا يعني الأول بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام وعلى المبعوث ورحمة العالمين أردت أن أبدأ هذه الحلقة المباركة بشعار غير حجاج بيت الله في هذه الأيام شعارنا نحن هنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذا شعار غير الحاج في مثل هذه الأيام وشعار الحجاج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فالتكبير هو زينة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تتزيّن به هذه الأيام المباركة فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أفضل أيام الدنيا أفضل أيام الدنيا على الإطلاق يعني معلش يا مولانا أخذني على أدعاء لبس يعني هل الأيام دي أفضل من شهر رمضان المبارك نعم هناك كلام بين العلماء بين فضل العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة فجمهور المحدثين على أن أفضل العشر زي الحجة عن العشر من رمضان لماذا؟ لأن العشر الأواخر من رمضان فضلت لليلة وهي ليلة القدر أيوة أما هذه فضلت لليليها كلها أقسم بها المولى عز وجل والعظيم لا يقسم إلا بعظيم قال تعالى والفجر وليال عشر لم يقل وليلة ليال عشر وليال عشر إنما جاء في ليلة القدر قال إن أنزلناه في ليلة لكي يبين لنا أن فضل العشر في ليلة وهي العشر من رمضان أما فضل العشر من ذي الحجة العشر كاملة أيوة لقوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوت ذكرها المولى عز وجل في أكثر من موضع وهذا إن دل يدل على قدرها ذكرها في سورة البروج في قوله تعالى وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قالوا الشاهد والمشهود هو يوم عرفة وهو أحد الأيام العشر من ذي الحجة وله مكان عظيم جداً كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع سواء في مسند الإمام أحمد أو عند البزار وابن حبان أو غيره تارة يقول ما من أيام أفضل فيهن العمل من هذه الأيام وفي رواية أعظم فيهن أزكى فيهن روايات عديدة على فضل الأعمال الصالحة في مثل هذه الأيام المباركة زكرت كما قلت في سورة البروج زكرت في سورة الفجر زكرت في سورة الحج زكرت في سورة البقرة وذكر المولى عز وجل وقرنها بالذكر قال تعالى وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِيَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ يعني الأيام العشر المعدودة من أولز الحجة قال تعالى في سورة الحج ليذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تارة يقول أيام معدودة وتارة يقول أيام معلومة وتارة يقول ليالي عشر وتارة يقول شاهدا ومشهود ليدلنا على فضل هذه الأيام المباركة وأنها عظيمة ولها سواب كبير جدا طب يا فندم يبقى احنا كده أولى بينا ان احنا نقدر هذه الأيام بالطاعات نعم وهل سواب الطاعات في هذه الأيام يعني بالبلدي كده أخذ عليه سواب أكتر من أي فترة طالية